فأنا كنت تعبانة بس كنت بكتم يعني من النوع اللي بيكتم من جواه وكده فجيت بقى لما خلاص يعني ما فيش فايدة بقى المهمة روحت الدكتور هنا في كفر الزياد دكتور محمود دكتور محمود سليمان كنت تعبينينا كده عن رحلة تربية حضرتك لأولادك وشقائك معاهم كانت بتعبز عليك ازاي؟ والله حضرتك اهم حاجة الارادة الانسان يكون عنده ارادة وقعد معاهم وبذكر معاهم واي طلبتهم اي حاجة الحمد لله ربنا عني ومأثرتش في اي حاجة طب حضرتك ممكن تتلمنا عن رحلة ملتك معاك ويعني ازاي وصلت لأمي مثل الانسان والله حضرتك هي أمي يعني الله يبارك فيها رب ويبارك لنا فيها فهو عنده 37 سنة كان معاق بصريا وزهنيا كان يعني مثل الطفل الصغير كانت هي بتلبي له كل رغباته كل احتياجاته كانت بتفهم رغباته ايه احتياجاته ايه اه كان فيه تواصل ما بينها وبينه يعني هي فهمية اه هو عايز ايه بتلبي له حقته بدون ما يتكلم ما كانش بيقدر يعبر عن حاجة هو عايزها يعني بقول له حضرتك اه عاقة زهنية كاملة عاقة بصرية اه ومع ذلك هي باردتها وبعزمتها اه كملك معايا الى عشاء قدر ربنا سبحانه وتعالى وتوفى في يعني في 2016 عن عمر يناه 37 سنة اه كملت مشارة مع ولادها من صغرهم اللي هما احنا ولادها التلاتة دلوقتي كانت اختي غادة رحمة الله عليها توفت وعمر اربع شهور تقريبا اه حصلنا على الليسانس بتاعنا في 2005 اه بعد كده حصلنا على دبلوما في كلية التربية في 2010 اه تعييننا في المدرس انا كمدرس صغير في التربية وتعليم بإدارة كفرزات التعليمية مصفى احمد اخصاني اجتماعيين برضو طبع ادارة كفرزات التعليمية اه حضرتك اه وقفت معنا زوجتنا اه عندها احفادها اه كفحت مع والدي رحمة الله عليه في لما يعني كان زي ما قلت حضرتك وكان حد اطال حرب اكتوبر اه بعد كده وصيف الخدمة بعد الحرب بفترة اه طلع من الخدمة على اثر هذه الاصابة اه بعد كده في 2007 منحه الله منحة جديدة وابتلاء جديد واختبار جديد اه ابتلاء بسرطان الدم اه رحلة كفاح مع المرض دمت ثلاث سنوات في تعالج في المستشع المعادل العسكري اه كانت امي برضو بتروح مع زوجها برفكته في رحلة علاجه اه تقريبا كل اسبوع يعني يوميا كل اسبوع يوم اه لتلقي العلاج كفحت جنب ووقفت مع المدة الثلاث سنوات المرأة اللي اتنين كانوا بيكملوا بعض وبيكملونا يعني كانوا هما مصدر حياتنا ومصدر ارادتنا وعزمتنا واسرارنا ونجحنا اه هم امي هي مصدر الجنب يعني هي جنتنا في الدنيا وان شاء الله جنتنا في الاخرى باذن الله احنا فخرين بيها جدا اه مشرفانة والحمد لله احنا كمان مشرفينها اه ربنا يبارك في امرها يا رب اه بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني اه منحها عظيمة الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر تلاها ببكنسر اه قصة كفاح جديدة بلقت من سنتين تقريبا اه تلقت فيها علاج وما زالت تتلقي العلاج في مستشفى اه اورام طنطة اه اه بتاخد كيمياء وتاخد اشعر تاخد هرموني مكملة وقفة صندة اصرار عزيمة ارادة امل حب تفاؤل حب يعني كل معاني جميلة وكل التعبيرات الجميلة اللي اقدر اقول لحضرتك عليها اه يعني كل اللي اقدر اقول لحضرتك امي هي اعظم ام اه في البشرية خلينا نتنقل بالحديث كده التوأم يعرفونا رحلة كفاح ماما بتربيتهم ومعالانتهم واكيد هي كانت مخطرة مش معالاة واكيد كانت مفصوطة بدا يعني يعرفونا كده اه والله والدتي يعني منذ الصغر احنا طبعا اه كنا في مدرسة اه نور والامل اه طنطة مكروف كورايل وده طبعا لاني كان عندها ارادة وعزيمة وكوة انها تساعد ابنائها وانها تبدو تساعدهم في مذاكرتهم ودراستهم وبالفعل اتعلمت واتقانت هذير الطريقة كانت بتقعد معانا منذ الصغر الواحد يعني فاكر لحد النهضة كان كلام ده بالامس القريب ان كانت بتقعد تزاكر معانا تقرأ لين تقرأ بطريقة انتوا عليكم واجب ايه انتوا هاخدتوا ايه النهضة في المدرسة طب انتوا هتعملوا ايه طيب انتوا انا هساعدكم انتوا عايزين ايه وبدأت تمسك بده يعني بعد ما نصارها ضعيف يمكنك بتقدر تزاكر لكم اه 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 طبعا بتزاكر لنا وبدأت بتخلينا مسلا لان احنا كنا منيجي مسلا نخلص اليوم الدراسي بتاعنا ونيجي بعربية منأجر عبيا والد الله رحمه كان مأجر لنا عربية تنتقل بنا من المدرسة الى البيت يوميا اه كنا منيجي نقضي اليوم الدراسة هناك في المدرسة نيجي مسلا نتغدى نقضي فضل ربنا لان والد الله رحمه كان دايما معلمنا اهم حاجة الصلاة وتبقوا علاقتكم قوية بربنا لان الانسان دايما مع ربنا ربنا اكيد هيكرمه في كل شيء وهيقى في جنبيه وهيبصل اللي هو حاوزه بتعلم عنده ايمان وسكة بالله وطبعا بعد انتغدى مثلا وكنا اليوم بنتي مثلا نخش النام هي كانت بتقعد بالليل احنا بعدما ننام تمسك تقرت ودي حقيقة ام مبصرة ام عادية ما بل انا من وجه النظر الشخصية ان الام دي يعني متميزة عن اي ام اخرى لانها يعني فعلة ما لم يستطيع ان يفعله احد اخر من المبصرين ام لحد يومنا هذا بتكافح معانا ما اصيرتش معانا بالرغم من رحلة العلاج اللي هي فيها حتى الان شكرا شكرا